بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الطلبة والطالبات مرحبا بحضراتكم في المحاضرة الحادية عشرة في علم البيئة الحيواني إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لول إيكو سيستم فورميشن أو تكون النظام ألبي منقول معنى كده إنه تميل النظم البيئية إلى التغير على مدى فترة ضويلة من الوقت حتى يتم تشكيل نظام بيئي مستقر وده اللي احنا فهمناه كويس جدا في المحاضرة العشرة من خلال عملية التتابع البيئي أو الإيكوليجيكال ساكسيش خلال عملية التتابع البيئي اللي احنا وصفناها وشرحناها كويس في المحاضرة السابقة عرفنا إنه الكميونيتي أو الكميونيتيز بتتتابع باستمرار إذن عندنا المجتمعات بتتغير مع مرور الوقت وده اللي احنا شرحناه بالتفصيل في المحاضرة السابقة وعرفنا إنه هذه الكميونيتيز أو المجتمعات بتتطور باستمرار وتتغير حتى تصل إلى مرحلة نسميها الكلاميكس كوميونيتي أو تصل إلى مرحلة نسميها مرحلة الاستقرار ولذلك بنقول ده محصلة الكلام اللي احنا قلناه المرة الماضية إنه النظم البيئية دايما تميل إلى التغير باستمرار على مدى فترة طويلة من الوقت حتى نصل إلى نظام بيئي مستقر وعرفنا في خلال حتى المرة الماضية لما تتبعنا الساكسيشن أو التتابع عرفنا إنه في نوعين من التتابع قلنا برايمري ساكسيشن أند ساكندري ساكسيشن وقلنا إنه البرايمري ساكسيشن شوف قد من الوقت بياخد يعني علشان تصل أو نصل إلى مرحلة الاستقرار أو الكلايميكس ممكن الموضوع ده بياخد أكثر من 150 عام حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار واستنتجنا أو نستنتج من الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بنقول إنه بوث the living and non-living parts of an ecosystem change مع معنى كده كل من الأجزاء الحية وغير الحية للنظام البيئي تتغير إذن برضو نرجع تاني للنقضة بتاعتنا إنه مفيش حاجة ثبتة في الكون فالكائنات الحية الموجودة أو المكونات الحية اللي موجودة في النظام البيئي والمكونات الغير حية دايما تميل إلى التغير مفيش حاجة ثبتة باستمرار ولكن حتى المرحلة اللي احنا قلنا عليها الكلاميكس كوميونيتي أو مرحلة الاستقرار ده بيبقى استقرار نسبي إلى حد الماء قد يستقر فترة من الوقت لكن مع مرور الزمن يحدث له نوع من التغير المستمر وبالتالي نرجع إلى القاعدة بتاعتنا اللي هو إذا كان هناك قانون للثبات فهو قانون التغير المستمر إذن عملية التغير المستمرة في البيئة بتصحبنا إلى موضوع مهم جدا اللي هو ما نسميه Cycle of Materials أو الدورات المواد فبنقول إذن معنى كده إنه في النظام البيئي المكتفي ذاتيا يتم إعادة تدوير المواد المختلفة بين الكائنات الحية والبيئة غير الحية دايما في هذا النظام اللي اللي هو بتسميه self-sustaining اللي مكتفي ذاتيا بيتم إعادة تدوير هذه المواد وده طبعا مهم جدا ليه لأنه بنقول the recycling process allows materials to be used over and over again إذن تسمع عملية إعادة التدوير باستخدام المواد مرارا وتقرارا علشان كده في مثل هذا النظام البيئي فهو لا يحتاج إلى مساعدة من أحد لكن هو بيعتمد على نفس المواد بتاعته لأنه بيستخدمها عدة مرات في عندي ثلاثة من إعادة تدوير المغزيات ودي الثلاث حاجات اللي هندرسهم بالتفصيل أول دورة ندرسها بالتفصيل اللي هي دورة كاربون هايدروجين أكسوجين سايكل أو دورة الكاربون والهايدروجين والأكسوجين اللي بيحصل في خلال هذه الدورة الحقيقة الدورة دي بتتلخص في كلمتين وبنقول كاربون هايدروجين and أوكسوجين are recycled through the environment by the process of respiration and photosynthesis تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل الصورة اللي قدام حضراتكم اليمين بتوضح لنا النبات النبات بياخد الطاقة الضوئية الناتجة من الشمس بيقوم بتثبيت المواد العضوية أو بيكون المواد العضوية في داخله من خلال عملية photosynthesis إذن بياخد الضوء وبيستهلك أيضا ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الجو والمية وبعد كده يحولهم إلى ال organic material اللي هي الكاربوهيدريتس أو بتتخزن في داخله المادة العضوية اللي هي اللي بتتكون من الكربون والهيدروجين والأكسوجين بيجي بعد كده كما هو واضح في الرسم اللي قدام حضراتكم هذه المواد العضوية اللي موجودة في النبات اللي بتتكون من الكربون والهيدروجين والأكسوجين اللي هي الorganic material بيجي يستهلكها الكائنات الحية أو يستهلكها الكائن الحي ومنها طبعا الإنسان بيخزنها في داخله وإما على هيئة فات أو على هيئة مواد أخرى مخزنة في داخله وبيستهلكها طبعا في خلال العمليات الحيوية بتاعته وفي عندي يحدث عملية التنفس في الكائنات الحية التي تتنفس هوائيا ففي خلال عملية التنفس بياخد الأكسوجين اللي هو موجود في الجو واللي نتج من النبات لأنه عملية التمثيل الطوئي بيخرج منها أهم شيء لهو الأكسوجين إذن الأكسوجين بتأخذ الكائنات الحية التي تتنفسه وبالتالي بتستهلكه أثناء عملية الريسبايريشن طيب لما تتنفس هذه الكائنات بتطلع مرة تانية ساني أكسيد الكربون خلال عملية الريسبايريشن وبالتالي تتم الدورة بالشكل البسيط جدا اللي احنا شفنا علشان كده نرجع تاني ونقول أنه دورة الكربون والهيدروجين والأكسوجين بتتم خلال عمليتين معروفتين اللي هي عملية الريسبايريشن اللي هي عملية التنفس وعملية الفوتو أو التمسيل الضوبي وده الكلام اللي قدام حضراتكم اللي بنقوله أنه كاربون هيدروجين and أكسوجين are recycled through the environment by the process of respiration and فوتو سينثيزيز اللي بنسميها water cycle أو دورة المياه بنقول here water moves between the earth surface and the atmosphere يبقى في هذه الدورة تتحرك المياه بين سطح الأرض والغلاف القوم تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل بالظام أول حاجة بيحدث ال evaporation اللي بيحصل في ال evaporation بنقول liquid water on earth's surface changes to gas by the process of evaporation and enters the atmosphere in the form of water vapor إزا معنى كده إنه بيتحول الماء السائل اللي موجود على سطح الأرض إلى غاز عن طريق عملية التبخر اللي هي عملية ال evaporation ويدخل الغلاف الجوي على هيئة بخار مية المرحلة التانية بيحدث ما نسميه ال condensation بنقول إنه condensation بيحدث فيه إنه الووتر 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 فيبر is returned to liquid state and falls into precipitation and falls and precipitation occurs معنى كده إنه بخار المية بيرجع مرة تانية إلى الحالة السائلة ويسقب على هيئة أمطر بعد كده بنلاحظ حاجة مهمة جدا بنقول إنه some water vapor is added to the atmosphere by aerobic respiration in plants and animals and by transpiration in plants إذن معنى كده إنه يضاف بعض من بخار الماء إلى الغلاف الجوي عن طريق عوامل أخرى إيه هي العوامل دي عن طريق التنفس الهوائي الذي يحدث في النباتات والذي يحدث في الحيوانات وكذلك أيضا عن طريق عاملية جدا بتحدث في النبات اللي بنسميها transpiration أو إنات دي المراحل المختلفة التي تحدث في الووتر سايكل وده بيظهر بشكل واضح جدا في الصورة اللي قدام حضراتكم واللي برضو بتوضحها الصورة التالية في السلايد اللي جاية بعدك في هذا السلايد واضح جدا المراحل المختلفة اللي بيتم فيها الووتر سايكل زي ما احنا شايفين يحدث عندي الإفابوريشن أو تبخر الماء من أوشنز أو أي مصادر مائية أخرى يتكون عندي الكلاودز أو السحب ومن هذه السحب بيحدث رينينج أو السحب بتمطبر فبيحصل الووتر فول أو البريسبتشن بعدكده المية بترجع مرة تانية إلى أوشنز أو البحار والمحيطات والدورة بتتم مرة تانية الشمس بتسخن المياه دي يحدث إفابوريشن مرة تانية ويتكون عندي الكلاودز وتتم الدورة بعدكده من الحاجات المهمة اللي احنا قلنا عليها اللي بتضيف مياه أو تضيف بخار ماء إلى هذه الدورة اللي هي تنفس النباتات والحيوانات وما نسميه بعملية ترانس بايريشن أو عملية النتح في النبات نعرفين النبات بيقوم بعملية النتح فبيضيف مياه أو بخار ماء إلى الجو وهذا البخار يضاف إلى المياه التي تتبخر مرة تانية وتضاف إلى نسبة المياه اللي موجودة في الجو هنتكلم إن شاء الله في هذه الدورة اللي هي الدورة الأخيرة اللي هي بنسميها النيتروجين سايكل أو دورة النيتروجين فبنقول نيتروجين is needed by all living things because it is part of the structure of abino acids and proteins يعني بنتكلم عن النيتروجين فبنقول تحتاج الكائنات الحية إلى النيتروجين ليه لأنه يمثل جزءا من هيكل الأحماض الأمينية والبروتينات إذن هذا النيتروجين أو هذا الغاز بتحتاجه الأحماض الأمينية لأنه يدخل كأحد الأساسيات في تركيب هذه الأحماض الأمينية وحنا عارفين الأحماض الأمينية بتدخل في تركيب البروتينات أو هي الوحدات الأساسية التي تكون البروتينات من قول من قول وبكتيريا التربة إلى مركبات يمكن استخدامها بوسطة الكائنات ذاتية التغذية اللي هي النباتات المرحلة اللي بعد كده أو بنقول عشان كده دورة النيتروجين يتم فيها أو تتم أو تشمل ثلاث حاجات أو ثلاث تفاولات مهمة أو التفاولات اللي جاية إذن في هذه الدورة تتم التفاولات الآتية أول حاجة منقول الأتموسفيريك نيتروجين is converted into nitrates by the nitrogen fixing bacteria إذن أول حاجة في هذه الدورة أنه بيتم تحويل النيتروجين القوي إلى نتارات بوسطة البكتيريا مثبتة النيتروجين إذن في عندي بكتيريا مهمة جدا بتقوم بتثبيت هذا النيتروجين القوي ويتحول نتيجة لذلك هذا النيتروجين إلى nitrates اللي بيحصل في المرحلة الثانية اللي هي nitrates are used by plants for the synthesis of protein يجي المرحلة الثانية اللي هي النتارات اللي تكونت وساعدت في تكوينها البكتيريا هذه النتارات تستخدم من قبل النباتات لتصنيع البروتينات ثالثة مرحلة animals feed on plants and convert plant proteins to animal proteins إذن بتيجي بعد كده دور الحيوانات حيث تتغذى هذه الحيوانات على النباتات وتحول البروتينات النباتية إلى بروتينات حيوانية يعني يجي دور الحيوان بيأخد بيأكل النبات ويتغذى عليه ويحول هذا البروتين النباتي إلى ما نسميه بروتينات حيواني الثانية الرابعة اللي بتتم بعد كده بنقول النيتروجينس ويستس and dead organisms are decomposed and ammonia is released زي ما احنا عارفين في هذه المرحلة بيحصل فيها أنه يتم تحويل النفايات النيتروجينية والكائنات اللي بتموت أو الكائنات الميتة ويتم إطلاق الأمونيا يعني المواد الويس أو المواد المخرجة والمواد والكائنات الميتة بتتحلل وينطلق منها الأمونيا في هذه الحال أو في هذه المرحلة عشان كده المرحلة دي اللي بيحصل للأمونيا بعد كده ammonia is converted to nitrates by nitrifying bacteria إذن الأمونيا في هذه المرحلة بيتم فيها تحويل هذه الأمونيا إلى نترات عن طريق أو بوصلة البكتيريا النيتروجينية أو ما نسميها النيتريفاين بكتيريا المرحلة السابقة والأخيرة النيتريفاين بكتيريا تحويل البكتيريا المركبات النيتروجينية وتطلق غاز النيتروجين في الغلاف القوي مرة تانية وبالتالي تكتمل هذه الدورة ويرجع النيتروجين مرة تانية إلى الجو أو إلى الهواء الخارجي أو إلى الأتموسفير وتتم الدورة مرة أخرى وده الحقيقة واضح قدام حضراتكم في الدورة اللي مرسومة قدامنا واضح جدا يعني نرجع مرة تانية ونقول أنه الدورة دي واضحة جدا في هذه الرسمة وبتتلخص زي ما قلت لحضراتكم أنه على الرسم اللي قدامنا يتم تحويل النيتروجين الجوي إلى نترات عن طريق البكتيريا المثبتة للنيتروجين النترات دي بتستخدم من قبل النباتات لتصنيع المواد البروتينية بعد كده بتتغزل حيوانات على النباتات وتحول البروتينات النباتية إلى البروتينات الحيوانية بعد كده بيتم فيها تحلل في هذه الدورة بتتحلل النفايات النيتروجينية والكائنات الميتة ويتم إطلاق الأمونيا مرة تانية زي ما واضح في الرسمة بعد كده بيتم تحويل الأمونيا إلى نترات عن طريق البكتيريا بتاعت أو نسميها البكتيريا النيتروجينية سادس مرحلة اللي هي المرحلة الأخيرة بتحلل البكتيريا المركبات النيتروجينية وتطلق غاز النيتروجين في الغلاف الجوي وبعد كده بيتم الدورة بالشكل اللي احنا شفناه وبكده نكون خلصنا الدورات السلاسة ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة حتى لا أطيل عليكم وشكرا جزيلا لحضراتكم